يعاني قط نوحي محمد بنية وسط بلدية بن داود بولاية غليزان من انصداد مجاري الصرف الصحي وتسربها داخل مساكنهم الأمر الذي جعلهم يطالبون بضرورة تخصيص مشروع استعجالي لحل هذا المشكل الذي يشهده الحي لمدة فقط ستة أشهر التغطية لحمزة الروقي نحن في ستة أشهر وصحيحة قعرنا في ستة أشهر ستة أشهر هادي ليرها ملانا علينا كمارحة يفيد يفيد وين بيرو حايفيد هل هي عندي ينركون الحل عليها ذاكو يفيد يطالبون يخدموه كهسان طالبو هان طالبو يخدموه ستة أشهر هادي سحيحة كما قالك ثلاثة أشهر تبلعج جاء وشافوه وانا قالك لا تقلوش عليها لقلاسين يسموه التعاود مالفانا خمسين مترا جاء قالك الموقع المزان ماسين يولوش ومازال 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 رانالحوش يفيد تنزلون الخرجو في المسالح وشو المال يخرج كما كلمات وشو المال يخرج كما كلمات من جهته أكد رئيس بلدية بن داود أن مصالحه قامت بكل الإجراءات الخاصة بالمشروع المسند الديوان الوطني لتطهير وحدة غلزان ليكون جاهز بعد أسبوع أو أسبوعين اشتركوا في القناة